كل فرحة جائزة كبرى عودنا بفضل الله سؤال اختنا ام محمد من القاهرة بتقول الحمد لله كانت سألت قبل كده عن بعض مشاكل المرارة وكانت الحمد لله الاجابة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم عليها نعمة الشفاء دول بس عندي دلوقتي مشكلة اخرى وهي ارتجاع المريء ارتجاع المريء بيؤدي الضيق في التنفس وعما بتيجي تاكل بتحتاج لحد انه يخبط على ظهرها بعد الاكل مباشرة عشان ترتاح بنقول هنا الموضوع بسيط جدا يا اخت محمد ان احنا ناكل وجبات خفيفة ما بلاش ناكل الثلاث وجبات عايزين ناكل خمس وجبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرجل ده بيشرب سجاير الرجل ده بيشرب شيشة ونقعد نتقول على بعض لا احنا بنقول السمار هذا ممكن يكون مرضي وممكن يكون نتيجة صهر وفي ناس يعني انا يعني ارى اخواني وهنا في الاستوديوهات الناس اللي بتصهر في البرامج اللي هو المصورين والمعدين والقعدين انا بسمهمه المرابطين ان ده مرابط وراء كاميرا عشان وصلنا الصورة احنا ممكن له احد ينام ويصحى يتفرج شوية وينام شوية لكن دول مرابطين ورديات بالليل دول بيحصل لهم هذي التغيرات ولذالي كما نعمل الكريم اللي هو طبيض الاماكن الداكنة ان شاء الله يبقى اول ناس مفروض ندلهم هذا الكريم هم واخواننا اللي ورد الكاميرات من مخرجين ومعدين ومصورين بنقول سمار العين هنقول الوصفة تاني ده ده موضوع الحلقة وده بقول الكريم اللي ان شاء الله هنزله وبدلكم الوصفة بتاعته عشان انا مش هقولوكو ده سر انا ما احنا الرزق بيد ربنا ما نخافش ان احنا نقولو بس انتو تحاولو تعملوه صاحب بنجيب اليقتين وهو بنقول ليس قرع العسل ومش الكوس اليقتين ده سمرة تانية بنجففها ونطحنها وناخد المسحوق بتاعها نخليه زي الدقيق ناعم جدا او زي النشا بنضيف عليه زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت القرع وزيت جنين القمح ولكن انا بقول لابد نجيب من نوعيات جيدة يعني فيه زيت جنين قمح موجود في السوق الكيلو ممكن بسبعين جنيه وده طبعا اغلابه بيبقى رضة على زيت سمسم واللي عاملينه يعني ربنا يهدينا وهديهم لا احنا عايزين الزيت الاصلي الكيلو بتاعه لا يقل عن 570 جنيه هو ده الزيت الصحيح لكن ما جيش واحد يرجاب برضو اللي هو الرضة على السمسم وقول لنا طب ده بـ 570 لا مش بالتمن مش العبرة ولكن العبرة ان احنا نشتري من مصدر موصوق منه هذه الزيوت علشان تجيب اثرها ونتائجها الطيبة اخونا هناخد اتصال ونرجع الاختنا ام صباح اختنا ام علاء من كفر الشيخ سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدالة اخو جزاك الله وعنا كل خير يا دكتور امير وبرك الله فيك وفي قناة الرحمة المباركة الله يكريمك حضرتك كده الغضة الدركية بس الجرحة حضرتك فيه تليف وعملت فيه عمليت تجميل مرتين وروح لتالتة الدكتور جالي حرام ان انت تعمليه بس ألم رهيب يا دكتور حاسك ان ابر بتخرم في الجرحة كده ما بستحملش وتعبت من كتر الألم ثانيا حضرتك انا شايلة الراحم والغضة الدركية انا بزيد جسمي بيزيد من غير اكل من غير اي حاجة من انت لان باخد علاج الدكت جريسا فيه سؤال يعني عامل حضرتك انا ملاحظة ان علماءنا في قناة الرحمة اقبار في السن لكن وجههم نظر وهل اللحية بتشد الجل بتاع الوجه مثلا يعني ولا وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته طبعا بقول المشاهدين كلكم تقولوا ما شاء الله لقوة الا بالله احسن لقى العلماء كلهم بقى انتوا عارفين يعني اقول لك العلماء وشهم منور لا انا بقول للاخوات ويمكن دي بخص بها الاخوات صلاة الفجر بتعطي نور للوجه يعني الست اللي عايزة والشاه ينور تحرص على صلاة الفجر ونقول يعني اكبر وسيلة تجميل للبشرة وده يقينا هو الوضوء احرصوا على الوضوء يبقى الوضوء وصلاة الفجر لو الاخت تصحى تصلي الفجر هتلاقي نظارة وحيوية فوجها والاخ اللي عايز يحس ان فوجه نور لا ينقطع ولا يفطر عن الوضوء لان الوضوء هو سلاح المؤمن لازم انسان يبقى ماشي فينا مسلح ما يمشيش كده فاضي نتجع الاسئلة اختنا امت الله من اسوان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة والبركاته تفضل يا اخت لو سمحني عندي سؤال الاختك عندها ارق النسا نعم وعملت حجامة فاول كاس التاني اغم عليها نعم ما استحملتش فبعد كده راح تحللت انيميا لقت الانيميا 11 فقال لا يعني مش للدرجة ان انت يغم عليك نعم ودايما نفسها بيكتم وضوخ يعني شديدة اي بس حاضر السؤال الثاني ان انا الحبوبة عندي حبوب بس تعمل اي كريم ولا اي حاجة بيمشي بس لما معاد الحب بيجي بيترجع تاني واكتر من اول وبتبقى يعني تحت الجلد كده من اكلكة ودائما التهاب في الوجه في الوجه يعني نعم بارك الله فيك بارك الله فيك وفتي ماشي عليكم السلامة والبركاته اختنا ام عبد الرحمن من المينيا سلام عليكم سلام عليكم ايكم السلامة والبركاته لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي عندها تلات سنين ايوه شعرها خشيف جدا جدا وفروط راتها بينا اي مش عارف عمل لها ايه جبت لها زيت كتير وكده ابتدى شعرها يقع هل يمكن اجيب لها زيت كنود حاضر اجاوبك حاضر يا اخت اخونا محمد من القاهرة سلام عليكم عليكم السلامة والبركاته افضل يا اخي محمد حاضرتك انا عندي فيه بلغم بيطلع مني اه ونصايم ايوه ومقوم الصبح نا وفيه اه برضو بس بلغم من غير كحة يعني انا سألت قبل كده قاله ده مخاط بينزل من الجبل انفاية نا وفيه اه برضو فيه حب في شعري كده اي وقشرة كده مع الشعر قديره فترة كبيرة في شعري وابل كده رحت كشفته وبتاعه اه خدت شامبو اي وابل كده رحت كشفته ويرجح تاني لما بيحط اي زيت شعر او اي كريم بيجي لو ما حطش برضو يا حاجة بيرجي حاط وفيه عند زوجتي كده بعد ما انا معاه بنتين بعد ما ولدت المولودة الاولانية اه في اسفل البطن كده من تحت فيه كده بطنها كشكشت كده ورحت كشفت لها الدكتور وبتاعه قال لي ده ده فيه احبال تقطعت هي ولدت وهي ولدت وهي كان سنها صغيرة نا ودنا كلماته بتاعه برضو ما جابش نتيجة ايوه حاط شكرا الدكتور الله يبارك فيك طيب نجاوب بقى الاسئلة طيب الحمد لله بنقول اخونا ياسر بيقول صمار تحت العين احنا قلنا صمار وطريقة العلاج بتاعته ويمكن دي من الطرق الجميلة اللي هو بضرة اليقتين زيت اللوز زيت الزيتون زيت القرع زيت جنين القمح اختنا او اخونا سعد من الفيون بيقول مشكلة في تسوس في الاسنان وطبع مشاكل الاسنان بنقول الوقاية خير من العلاج يعني بعد ما يحصل التسوس لابد ان احنا نروح لدكتور الاسنان ان بيكون محتاجين عمل يدوي يعني محتاجين صنعة بقى الدكتور هيجيوا مع اجهزة ويشيل حاجات وينظف ويركب مواد ويحشي محتاجة شغلية ده لكن الوقاية اللي مفروض نتكلم فيها ان احنا بنحرص عن استخدام السواك اللي النبي عليه الصلاة والسلام او صنع بيه وبنحرص ايضا على المضمضة الجيدة للفم عدم النوم والفم فيه بقايا طعام ودي من الاشياء الخطر اللي كتير من الناس يبقى حطة الاكل جنبه في السرير ينام وهو بيأكل فيبقى تتخمر هذه البقايا في الفم تعمل مشاكل كبيرة جدا بنقول ايضا من المشاكل ان عدم استخدام المضمضة الجيدة احنا بنقول ممكن نعمل مضمضة من مغلي ورق النعناع الاخضر مع مغلي القرنفل ونخليها في ازازة لو احنا مش عايزين نشتري المضمضة اللي بتتباع في الصيدريات طبعا احنا نعمل مضمضة في البيت نجيب نعناع اخضر ونتغس الكواس جدا ويتغلي بالورق بالعود بتاعه ونغلي معاه قرنفل ونحطه في زجاجة في التلاجة نطلعه الكبال اللي هستخدمها ادف المال اللي فيها واتمضمط بيها مرتين تلاتة من الاشياء الطيبة صفاري الاسنان بتكون نتيجة شرب بعض المشروبات او بعض الادوية وعدم غسيل الفم بعدها ومش عايزين نقول التدخين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافين وإياكم منه ولكن اللي بيعملوا كده لابد من نظافة الاسنان ممكن نستخدم الليمون مع الملح من الاشياء الطيبة اللي بتخلي الاسنان ناصعة ممكن نستخدم الرماد رماد الفح مع الليمون ايضا بتخلي الاسنان نستخدم اشر الرمان اشر الرمان المجفف مع الليمون ايضا له هذه النتيجة واشر البرتقال اشر البرتقال من الحاجات اللي بترجع السنان اللي بياضها عندما يتم حرق اشر البرتقال ونأخذ الرماد بتاعها ونعمل به الأسنان بيبقى من فضل الله تعالى الأشياء الطيبة مع منضط القرنفل ومصوح من كفر الشيخ بتقول تساقط شعر جديد والدة من ست شهور بتقول ممكن زيت كنوز يفيد بنقول آه بنقول لأخواتنا الولدين قبل ست شهور الشعر بيبدأ يرجع لحالته الطبيعية بعد ست شهور من الولادة يعني ما تسترعوش وتخافوا وتحسوا ان الشعر كده بيقع لا هو قوع ونتيجة أسباب فيسيولوجيا أسباب طبيعية نتيجة الولادة والحال ولكن بعد ست شهور من الولادة أو يعني بعد ما يوصل البيبي اللي عندوكو ست شهور يمكن بقى ان احنا ناخد أي زيوت من الزيوت اللي بتقوي وزيت كنوز ليكي ممتاز بتقول ممكن اشتري منين بتشتري من القناة من الرقم اللي بيظهر على الشاشة في القناة أخونا محمود من القاهرة بيقول عايز حاجة الأخت عندها الغدة الضرقية كسلانة عايز حاجة تنشط الغدة الضرقية بنقول منشطات الغدة الضرقية الحجامة والبردقوش الحجامة مرة في الشهر لمدة ثلاث شهور متتالية على مواقع الغدد والبردقوش بيبقى كوب بيت بردقوش معمولة زي الشاي الكوشري يعني ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي صباحا ومساء أخونا أبو هاجر من المينيا بيقول البنت عندها بوها وبيقول لي خد لها دواء معين طب اين نوع الحاجة الطبيعية الحاجة الطبيعية ممكن نديها الخلة البري بنجيب معلقتين خلة بري على كوب ماء على نار هادية يغلي جيد لغاية ما يبقى الكوبية تقصر تبقى نصف كوب بنصف فيها ونضيف لها أربع معالق زيت زيتون وندهم بيها صباحا ومساءا مع التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر وقبل الغروب اختنا الحجة عفاف من الأسكندرية بتقول أنا عندي استقصال عملت استقصال للراحم من خمس سنوات ومن بعدها بيحصل فيه فوران في الجسم وحرقان وحرارة وعايزة أعشاب تهدي بنقول أفضل شيء هو الفول الصوية الفول الصوية ممكن نجيب من السوبر ماركت ما يعرف به لبن الصوية أو ناخد معلقة زيت الصوية أو بيتباع في الصيدلية كابسولات الصوية تشوف أسأل حاجة الفول الصوية وجدوا أنه يحتوي على هرمون النسائي الاستروجين النسائي الطبيعي اللي ما لا يأثر ولا يعمل ولا عزو بالله خالها سرطانية ولا ليه يبقى الفول الصوية دي فواض عظيمة جدا أو ممكن نجيبه من عند العطار مجروش عامل زي الكورنفليكسي كده نضيف عليه اللبن وناخد كل يوم تلات معالي بفضل الله مفيد ومغزي في آن واحد أم علاء من كفر الشيخ بتقول عندي تلايف مكان الغدة الدرقية هي شالتها وشايلة الراحم وبتحس بإبر مكان الجرح وبتقول لما روحت للدكتور قال لها لا مش محتاجة تعملي فيها أي عملية والدواء بيزود الوزن اللي هي بتاخده عند شايلة الراحم وشايلة الغدة فبتاخد أدوية بتقول هذه الأدوية حاسة أنها بتزود وزن شوية وبالرغم أنها بتاكل قليل فتخرج من المواضلة دي إزاي؟ بنقول أولا بالنسبة للألام اللي بتأتي في مكان العملية ياريت نجيب بعض الزيوت البسيطة أبسط حاجة بنقول زيت الزيتون مع زيت الليمون زيت الليمون لفوقت كبيرة جدا أهمها تلطيف الجلد بعد العملات الجراحية بعد الحروق يعني حتى بنسميها بعدها بسنوات يعني مش هيها لسه مجروح بس بشرط الدهان يكون دهان بسيط إن المنطقة هنا حساسة ويكون الدهان مرتين في اليوم اللي فترة بسيطة بفضل الله تتحسن موضوع الإبر اللي بتحسي بيه في مكان العملية يبقى زيت زيتون وزيت الليمون بنسب متساوي أما بالنسبة للوزن يا أختي فنقول لي يا ريت نبدأ نعمل شوية تمارين لو على الأقل لنصف ساعة نجيب جهاز نماشي أو ننزل نمشي أو نشغل في البيت أصبت الموبايل على نصف ساعة وأبدأ تماشى وأتحرك أعرق وأنهج بفضل الله الوزن هينزل إن فعلا اللي بيشالين الغد الدراقية والشالين الرحم وزنهم بيزيد نتيجة لخبطة في الهرمونات مش نتيجة أكل أختنا المعالاة بتقول عايزة تشوف إيه اللي بيخلي بالرغم المشايخ في القناة بيبقى سننهم كبير ولكن وجوههم فيها وضاء وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نضرة الوجه ونحن ننظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة بنقول أهم شيء وهو زي ما قلت لأختنا الصلاة الفجر في معادها والحرص على الوضوء وبنضيف لدول الدهان ممكن الدهانات بالزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون وزيت اللوز الحل وزيت جنين القمح دول بيأدوا النتيجة طيبة مع زيت القر مع اليقتين البودرة ممكن يخله الوجه نظر وحيوي أختنا أما طول الله من أسوان بتقول لها أخت عملت عرق عندها عرق الناس عملت حجامة أو الكسين أهم عليها ووجدت أن الهموجلوبين 11 يعني مش قليل فما قالت للدكتور قال لها مش ده السبب وده صحيح كتير من الناس أما يجوا يعملوا حجامة يحصل لهم إغماء حتى قبل ما الكاس يتحطى على المكان أو يحصل إغماء لو شاف الدم بيعنيه قبل ما تعمل له الحجام ولذلك بنقول أما نيجي نعمل مثلا لبنته والأمها أو لابن ووالده ما نخليش واحد يشوف التاني إن ممكن وهو بيشوف الدم بيحصل عنده حاجة اسمها فازوفيجال أتاك حاجة كده لنتلاقي الأعصاب بتاعته يحصل إن الأوعيات الدموية تتفتح فجأة فيبدأ الدم اللي إحنا عارفين إن جسمنا فيه من خمسة لستة لتر دم إن ده الإنسان البالغ فالخمسة لتر دول يحصل ما تتفتح الأوعيات الدموية أو خمسة لتر دول يبدو نقول بيتسحبوا من الأماكن الحيوية زي المخ والكبد والقلب فرح يحس إنه روحه وبتتسحب منه فيدوخ لذلك بننيمه ده الإسعافات الأولية ونرفع رجليه عشان الدم يوصل للرأس ولكن يا ريت ما نشوفش كتير يقولك أنا ما روح عند المعمل قبل ما يسحب من الدكتور عينت الدم يغمى علي هو ده نغازب عنك هو بش الدم اللي تسعى هو عصبيا الواحد بيبقى خايف من الدم وشكل الدم فبنقول يا ريت ما تيجي تعمل الحجامة المرة التانية ما تشوفش وتبقى نايمة مستلقية ما تبصش على الكاس والدم بيجي ازاي حبوب في الواجه بتزيد مع الحيض وبتذهب مع استخدام الكريم طبعا ده بنقول ده يعني نقول مش لغبطة ولكن نقول تغير في مستوى الهرمونات في الجسم من يجي مع الحيض يزيد وتنخفض حاجات وتزيد حاجات فبنقول أهم علاج لهذا ايه ممارسة الرياضة على الأقل لأسبوع قبل الحيض علشان التمرينات بقى ايه فيها عرق وفيها جهد وفيها نهجان وفيها تعب بفضل الله ما بيحصلش بعدية الحبوب دي ما بتظهرش مع تجنب الحاجات الداسمة والحريفة اللي فيها شطة وكده أختنا أم عبد الرحمن من المينيا بتقول البنت عندها تلات سنين الشعر خفيف وبيقع هل الزيوت دي تنفعها أما بتستخدم زيوت الشعر بيقع أكتر فبنقول طب احنا أهم حاجة نشوف نسبة الهيموجلوبين قد تكون عندها أنيميا أو يقود عندها نقص في أنواع معينة من الغذاء تلات سنين أغلب الولاد في هذا السن يأكلوا نشويات بس تيدي تدي له حطة اللحمة لا يرفضها تدي له كبدة ما بيحبهاش تحط له الفرخة يتفاه بيحب يأكل رز ومكارونا فقط أو بطاة صاية هو ده اللي ممكن يؤدي أن فيه عناصر غذائية بتهم الشعر عشان يتغاز محتاج بروتين محتاجين أسماك عشان زيوت السمك مهمة أو للشعر محتاجين فصفور عشان الشعر الشعر ده زائقة ليه حيوية محتاج بروتينات ودهون ومحتاج لنشويات ومحتاج لفيتامينات ولكن ما نيجي احنا نروح مديونه صنف معين واحد من الغذاء يبقى تنوع الغذاء في منتهى الأهمية وممكن نحلل تحليل نشوف الزنك في الدم ممكن يبقى فيه نقص زنك نحاول نعوضه عن طريق المأكلات البحرية خاصة المحار ويعني انتو عارفين الوضع اللي كانوا زمان بيبعوه في اللي سموها ملخلول والحاجات هي دي اللي فيها الزنك اللي بيسموها القشريات يعني لو واحدة عايزة شعرها يبقى قوي وذلك ده من الأشياء الطيبة ان نجد أغلب الناس اللي سكنين في السواحل شعرهم مش وحش ليه؟ لأنهم بيعتادوا أكل اللي هو الجندفلي الكل الوضع الحاجات اللي فيها القشريات بتبقى بتحتوي على نسبة زنك مرتفع ممكن نستخدم لها زيت كنوز طبعا ممكن نستخدمه ويجيب نتيجة بس نكون متأكدين مفيش أنامية أخونا محمد من القاهرة بيقول بقى لغا بيطلع مع الصيام الصبح بس بدون كوحة ودي ممكن بيقول لي ما راح سأل قالوا له لا دي نازلة مخاط من الجيوب الأنفية هو عايز لها حل سواء بقى بكوحة من غير كوحة اللي ممكن نعمله بنقول أفضل شيء ياخد منقوع القرنفل سبعة بالليل منقعهم في كوب مغلي ويشربهم عن ريء الصبح بفضل الله تعالى لمدة أسبوع مش هيلاء المخضة نازل بإذن الله بقول طبعا عندي أشرف الشعر أما بيستخدم الشامبو بيروح ومما أرجع تاني أستخدم بعض الزيوت يرجع تاني للشعر دول دا طبيعة نوع شعر أنه بيكون أشرة طيب إيه الحل الأمثل للتغلب عليها بنعمل غسول طبيعي من الحلبة المغلية الحلبة الحصة دي والقرنفل المغلي وقشر الرمان المغلي ونضفهم على بعض ونعملهم في زجاجة كغسول نخلها في الحمام كلما الواحد يعني يغسل راسه يروح عمل هذا الغسول دا بيقضي على القشرة اللي في الراس أخونا محمد بيقول والزوجة بعد المولودة الأولى وطبعا عندهم أكثر من مولود ربنا يبارك له يا رب لقى فيه كشكشة في أسفل البار راح للدكاترة قالوا أن دا أن هي حصل حمل في سن مبكر فالبطن تمددت بشكل كبير وبعد الولادة مرجعتش تاني الجلد مرجعتش تاني الوضعه الطبيعي بنقول هنا يمكن دهان بالزيوت اللي أنا قلت عليها زيت القارع زيت الجنين الأمح زيت اللوز الحل وزيت الزيتون وبوضرة اليقتين بفضل من الله وبرحمة بتخلي الجلد يتشد أحسن يمكن الوقت يجري مننا والنهاردة أنا عايز أوصي وصية لإخواني وأخواتي بقول إحنا ما أحوج البلد إن إحنا نرجع تاني يد وعيد الدستور إن شاء الله يعني ما بعد الدستور والمهم المهم إن نرجع نطبق قواعد الإسلام الصحيح نلغي البغض والحسد نلغي من قلوبنا اللحث وراء الدنيا واللهث وراء المناصب وراء الشهرة وراء المال وراء لا تعالوا بينا نعمل عمل لله عز وجل نكرب جارنا ناخد بنا من صاحبنا الأسرة ترجع تاني متحبة كما كانت علشان اللي بيحدث في مصر شيء غريب عليها إحنا مش عايزين نفرق أبناء الوطن الواحد أبناء الشرع الواحد أبناء الحي الواحد أبناء البلد الواحدة لا نرجع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عودنا وإحنا وقفين في الصلاة القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف ما أحواجنا ما أحواجنا ما أحواجنا لأدب الصلاة كتف في كتف ما يحزننا إن نجد التباغط في بيوت الله نجد في المسجد ناس بتعلي صوتها ناس تخرج على الإمام وناس 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 نقول اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة اللهم اجعل بلادنا أمنا وسخاء ورخاء يا رب العالمين اللهم حكم فينا شرعك وحكم فينا كتابك واجعلنا من العاملين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته